طيب قبل ما نبتدي بقى نتكلم عن بورج الأسد لازم نعرفهم هم مين؟ موليد بورج الأسد هم اللي مولودين في الفترة مين؟ 23 سابعة لغاية 22 تمانية أي حد مولود كده هو دخل في نطاق بورج الأسد طيب صفاتهم بتيجي منين بورج الأسد من كوكبهم الحاكم؟ طيب الأسد بيحكمه مين؟ بيحكمه الشمس بنقول عليها مجزا كوكب لكن هي نجم طيب هم بياخدوا ايه من الشمس؟ كوكبهم الحاكم بياخدوا الاشراق بياخدوا الجاذبية بقى أول ما بتقابل مولود أسد بتلاقيه مشرق نشيط ديناميكي حساس قائد قائد عشان واخد من اسمه كمان كل واحد بياخد نصيب من اسمه فهو الأسد فالأسد هو ملك الغابة فياخد ايه بقى من الأسد؟ هو خد من الشمس الوهج الطاقة النشاط الاشراق طيب واخد ايه من الأسد؟ القيادة حب التملك ودايما الأسد فيه تحته كده الملك ده حاشية وصيل يعني دايما هو القائد ولازم يكون فيه تحته الوزير الطبيعة فهو دايما متحكم مسيطر غيور عايزة أقولك فيه حاجة حلوة بقى بيمتاز بيها الأسد ممكن يكون ما فيش أبرك تانية بتمتاز بيها الأسد قوي جدا 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 بس بيغلف قوته دي بغلاف جميل من الرومانسية فبتلاقي الأسد القوي ده هو برضو الأسد الرومانسي اللي واخد بعض الصفات الأبراج المائية فهو امتى الرومانسية دي بمورج الأسد تظهر؟ بتظهر امتى بقى؟ لما يكون بيحب قوي ومن جوه قوي عارفة الأسد لما بيحبه طبعا الأسد طول ما هو ما بيحبش وهو فري كده ومش مرتبط وفيش أي كوماتمنت أو أي التزام بتلاقيه كثير العلاقات وخصان الرجل يعني هو الرجل طبعا لكن مع الحب بيبقى مخلص جدا الأسد اللي هو كثير العلاقات ومتعدد العلاقات من الأبراج الأكثر إخلاصة لما بتحب لكن طول ما هو فري ما فيش حد فيه التزام بحد لا 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 هو متعدد العلاقات فهو مخلص مع الارتباط والالتزام لكن طول ما أنا طياري لا هو وهو ده المطلوب وهو إمتى بناء اللي الإخلاص لما يبقى فيه ما يستحق لكن لما تلاقي رجل أسد قاعد يقولك بكرة بعده احتمال بفكر اعرفه إن هو مش بخلص لكن يوم ما يقولك إحنا فيه التزام وبيدي وعد بيه وفيه بوعده جدا 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 الأسد حكته محدش يقرب منها أنا لا أنصح أي حد يقرب من حاجة الأسد ملكية الأسد لأنك لو قربت منها حتقلب العدو مع الأسد وحتدخل مع الأسد في حرب ولا أنصح حد يدخل في حرب مع بعض الأبراج كده منهم الأسد في بعض الأبراج يا جماعة خط أحمر ما تدخلوش معهم ما ما يدخلش معهم معارك الأسد وإيه الأسد والعقرب والثور أسد وعقرب وثور ما تتهورش وتدخل معهم أي معركة أي معركة خسران لا محالة بيحافظوا على حاجته وهم على فكرة مش بيحافظوا على حاجتهم مش من فراغ ليه يا سهير؟ هقولك هم بيبذلوا أقصى جهدهم أنه هم يحافظوا فما بيبقاش فيه نواقص ولما بيلمسوا أنه هم فيه نواقص بيشتغلوا على علاج النواقص فأنت ملكيش حجة أنك تاخدي حكتي أو أنك تتخلي عني أو تبعيدي أنا محاوتك من كل حتة ومغطي ومش مقصر الأسد ولا الأبراج التالية؟ الأسد والطول والأسد الأسد عادة بيعالج النواقص اللي عنده أو البول وبيدكيش فرصة أني أنت تنتقديه كتير أو تطلعيه مقصر فبالتالي حكتي محدش يقرب منها وبيكسفك من نفسك أنت كمان ملكيش حجة فهو دايما من الأبراج أولا ما بيحبش الغباوة أبدا ما بيحبش البرود ما بيحبش الحماقة ما بيحبش الخيانة هو سند جدا دعم جدا قوي جدا جريء جدا أنا قاعدة طبعا أقول فم معيزاتهم بندلحهم عشان يمعد ميلادهم فأنت من الأبراج يا أسد اللي فعلا ناجح جدا ما بيعترفش بالفشل نقول بقى أن الأسد لو وقع في أزمة أو ضعف ما بيحبش يظهر ضعفه ده في العالم تلاقيه يستنى اللحظة اللي ينفرد فيها بنفسه ويقعد مع نفسه فقوته يضعف وينهار وينكسر ويطلع للناس بعد كده بكامل قوته لحظات ضعفه بيقضيها لوحده وهذا هو الأسد مع نفسه ما حدش يشوفها ورافض أن حد يشوفها فأنا شايفة طبعا معنا كده أنه ما فيهوش عيوب لا هو طبعا فيه عيوب لكن احنا بنشوف المميزات وبنركز عليها انتقائي جدا أنيق جدا شيك جدا ما بيحبش المرمطة ما بيبرمطش نفسه ما بيبهدلش نفسه فهو احنا مركزين طبعا عشان نيد ميزاتهم على ميزاتهم